بكراس شبه فارغة ناقش نواب الغرفة السفلة واحداً من أهم القوانين السنوية التي تعرض عليه فقانون المالية الجديد حساس كحساسية الوضع إلى أنه قُبل بتهرب لافت من النواب إلا فئة قليلة مشروع قانون المالية الذي ميزه ارتفاع الجباية الضريبية أتهذه المرة بضريبة جديدة على الثروة أثارت الكثير من التساؤلات عن أليات تحصيلها وعن من تحل فيهم وهو ما فصل فيه القانون الجديد هذا يخضع للضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين يحوزون ممتلكات بداخل أو خارج الوطن أو المقيمين بالخارج ويحوزون على ممتلكات بالجزائر وتطبق هذه الضريبة على ممتلكاتهم العقرية المبنية أو غير المبنية الأموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعتها من البنزين 2000 سنتيمتر مكعب الدرجات التي تفوق سعتها 250 سنتيمتر مكعب اليخوت والسفن طائرات النزهة وخيول السباق التحف واللوحات الفنية التي يفوق سعرها 500 ألف دينار الأثاث المجوهرات والأحجار الكريمة فيما يستثني الإجراء السكنات الرئيسية التي يقيم بها المالك وبعد عملية تقييم الأملاك تطبق نسبة 1% على الثروة التي تتراوح بين 15 ملايير سنتيم و1.5% على الثروة التي تتراوح بين 10 و20 مليار سنتيم بينما يتم اقتطاع ضريبة نسبتها 2% على الثروة التي تتراوح بين 20 و30 مليار سنتيم و2.5% على الثروة التي تتراوح بين 30 و40 مليار سنتيم بينما تم تحديد نسبة 3.5% كسقف للضريبة المحصلة ممن تفوق ثروتهم الـ 40 مليار سنتيم هذا الإجراء الذي ذاقت له صدور أغنياء الجزائر نقل العدوى إلى بعض نواب البرلمان الذين لا يرون جدوى في هذه الضريبة وأنها لن تجني أي ثمار للخزينة الضريبة على الثروة التي جاء بها قانون مالية لسنة 2018 كان معمول بها سابقا تم تغيير الاسم كان موجود ما يسمى بالرسم على العقالات المبنية وغير المبنية تم تحويلها وطبقت بنفس تقريبا المعدلات التي كانت موجودة آنذاك إلا أن القانون جاء في هذه المرة عاطي طابع سياسي أكثر من طابع اقتصادي ومالي لهذه الثروة من أجل إرسال بأن هناك تضاون بين الطبقات الضعيفة والطبقات الغنية جربوها دول أخرى قبلنا ودي جا فشلت بسبب هروب رجال التحرب هروب رجال المال والأعمال فيما توجس البعض الآخر من الطريقة التي ستحصل بها نظرا لغياب الآليات وكثرة التهرب ولكن إصدار هذه المادة بهذه الطريقة الهلامية غير التي يستحيل تطبيقها نحن ما نرفضه لأنه لما تتمعن النظر في هذه العبارة تجد أن هذه الضريبة تفرض على الذين يقتنون السيارات دون تحديد السعر يقتنون مجهرات ثمينة دون تحديد السعر ولذلك هنا نعتقد أن أرباب العمل ونعتقد أن الذين يملكون مئات الملايير يكونون معفون منها لأنه لما تلجأوا إليهم المدير العامل الضريبة يقولون بأن هذه الأموال جاء بها من البنوك وهي عبارة عن قرون هذا الشيء مبدئي ولكن آليات تنفيذية لأنه من الكلام المحسول وإرادات والنواية والنصوص يبقى الآليات تنفيذية هل أملاك الدولة أي كل عقارات المتوجدة على التراب الوطني مفهرسة؟ هو إجراء جاء لمساهمة ميسورية الحال والتضامن مع البلاد في ظرفها المالي الصعب لتبقى أهم آلية لتنفيذه ضمير حي وهامش بسيط من المسؤولية